حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن أبانا بن صالح عن الفضل بن عبد الله بن معقلي بن سيناء عن عبد الله بن نيار الأسلامي عن عمرو بن شأس الأسلامي قال وكان من أصحاب الحديبية قال خرجت مع علي إلى اليمن فجفني في سفري ذلك حتى وجدت في نفسي عليه فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت المسجد ذات غدوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فلما رآني أمدني عينيه يقول حداد إلي النظر حتى إذا جلست قال يا عمرو والله لقد أذيتني قلت أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله قال بل من أذى علي فقد أذاني ترجمة نانسي قنقر